جالنا كم رسائل أنا ذات نفسي ما توقعتوش ولقيت إن إحنا لازم نكون الفترة اللي جاية لسان حال المواطن في الكلام ده بحيث إن إحنا زي ما بنقول لكل الإيجابيات إحنا برضو بنتكلم في إيجابيات بس هنحاول إن إحنا نكون همزة الوصل ما بين الدولة وما بين المواطن اللي بيبقى عايز يقول حاجة وساعة كتير ما بيبقاش عارف يقولها فين أو مش عارف يتكلم فيها سكن مصر أرض المعارض بالقاهرة الجديدة الفترة اللي فاتت حصل فيها تأخر في استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم الفترة اللي فاتت وعايز أقول لكم على حاجة أنا قبل الحلقة دي اتصلت بناس مسؤولة من الدولة حبيت إن أتكلم معهم المختصين بهذا الملف ردوا رد كويس جدا إن هم بيسلموا دلوقتي وشغالين دلوقتي على قدم المثاق وفي نفس الوقت هيقدروا الفترة اللي جاية يتكلموا بكل ثقة الكلام ده وحلولها إمتى إن شاء الله هنلاقي الحل الحلقة اللي جاية بس هنعرف الأول المتضررين وهيشرح لنا إيه المشاكل اللي عندهم هنبتدي بأول مكالمة معنا طبعا أستاذ محمد شاكر أحد المتضررين وأحد الحاجزين طبعا في سكن مصر أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم منوارنا الله يخلي جنوه ساعتك والله أنا أولا يعني أشكرك وأشكر القناة يعني إن هي بجد استجابة لصلابنا وللشكاوى بتاعتنا أنا وجميع الناس ده هم الحاجزين ومشترين وأشكرك بجد والله على الاهتمام ده وسرعة الاستجابة أشكرك 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 التفضلح كله بقى الموضوع تمام حضرتك يعني أنا من أحد الناس الحاجزين في الهوش تريد بالفعل في أرض المعارض أه يعني أما تمويل وفيه وفيه ناس غيري نظام حاجزي سنة 2018 تمام ده كان بداية الطرح حضرتك تمام حضرتكاتهم في المشاريع الدولة وفيه الجودة آآ اللي فقام الساد الرئيس آآ بمورية يعني ده ما بيوعدنا بيها آآ فإحنا الحمد لله أسواتاً بمشاريع التانية والجودة بتاعتها في الناس خلاص دخلتوا حاجزت على هذا الأساس كويس مبدئياً آآ استطاير إحنا يعني ناس كثير جداً وناس حكولي بداية الكراسة الواجهة بتاعتها العمار بتاع ساكرا مصر كويس كويس ده بالنسبة لعام 2018 في 22 كويس ولكن الناس لما حاجزت والقرعة تمت اكتشفوا وأنا من ضمن الناس اللي اكتشفت ان الموقع أولاً الاعمارات قريبة جداً من بعض تمام وطبعاً مخالف تماماً للواجهة الموجود ده طرق مواجهة واهم حاجزة ما عندنا يعني حضرتك هنكتنف حاجزة مهمة جداً ان المصاعد مش موجودة يعني ان المصاعد مش موجودة لحد دلوقتي لغاية دلوقتي الامارات محمد متأسسة من جار اي مصاعد خالف ما فياش اي مكان للمصاعد عند حضرتك الاجمال المشروع ده حوالي 412 عمارة 412 عمارة فيها حوالي يعني 20 عمارة كده ميدة جداً دول اسموه متميز دول ما نعرفش عنهم حاجة يعني دول ما كانوش في الحاجز كويس كلها فيهم مصانصرات لكن حضرتك حوالي 890 عمارة او اكتر كلهم مفهومش في اي مصاعب ماش لان حضرتك تم الحاجز على اعلى سعر متر اللي هو قاهرة جديدة رقم اه اتنين حضرتك احنا اه بنطلب لو لجنة حتى من الدولة اه تشرف على هذا الاساس ان يبقى فيه امكانية تركيب مصاعد زي مثلا مصورة جديدة يعني بالمتابعة على جروبات لان في مصورة جديدة ساكن مصر كفيه كام عمارة مغير مصعد والجهاز وافي على انهم يعنون له مصعد خارجي خلف عمارة تمام تبقى للاشتراطات المطلوبة فلو فيه لجنة محايدة من الدولة تشرف على هذا الاساس واحنا كمشترين مستعدين نطفى حتى فرق المصعد الفرق العادل لتاع المصعد مع دراش اي مشكلة مفروض السلامات حضرتك امتى المفروض حضرتك كان مطلع التين وعشرين كان مفروض هاي منطقة تانية المفروض المشروع ده كان نتسلم مطلع التين وعشرين تبقى لكراس الشروط سنة الفين وثمانتاش قال لحضرتك سنتين استلام ماذا دلوقتي احنا وصلنا لسبع سنين تقريبا كاملين المشروع نفسه ما تم استلامه تبقى المواصفات الموجودة في الكراس لا المشروع اولا الرص مش موجود رقم اتنين مفيش عمدة انارة في عمرات بالفعل تم تسلمها في المنطقة الاولى ولكن الناس اللي بتستلم مش عارفين مش عارفة ايه طيب زائد كمان حضرتك المفروض في الكراس الشروط بتقول ان فيه صور للمشروع صور تاجر طب حضرتك قول لي بس طلوع حضرتك حضر يا فاندي احنا اولا يعودين يا فاندي اه اه يعني عاودين استلام سريئة جدا محتاجين مواعد نهائي ليه تسليم كل العمرات تمام ماشي محتاجين حضرتك مواعد نهائي محدد لانتهاء الاستلام كل العمرات كويس اتنين مواعد نهاي محدد للسلام الراس والتشجير وعمدة الاونارة وتشجيل الخدمات اتنين حضرتك احنا عاودين السور بتاع المشروع يتم الاعلاج ديه من النهارات ماشي. ولازم يتم اعداد بيتراء. بالنسبة في محلات حضرتك. المحلات دي لازم يتحصلها ضوابط لتشغيل الانشطة. عشان الانشطة ده الوحيد اللي في محلات عمرتها الجمهورية. ماشي. لازم تحديد انشطة وحصد انشطة. ماشي. تمام? وسائل مواصلات يا فندي. الشواء الداخلية لازم لجنة تنزل لان كلها عيوز. كل الشواء يا فن بتصوبات داخلية كلها عيوز. ازاي? اه. الصراميات كله مطبل وحاجات ما يعني. والحطة كلها اه محتاجة سوية يعني محتاجة حد فن ينزل لبعض الحشبية كلها. ماشي. يبه احنا قلنا وسائل المواصلات وهنتكلم برضو كمان التشتبات الداخلية كلها عيوز ايه تاني? في الظبط يا فندي. اه توصيل الكهرباء. توصيل مياه الشرب. توصيل الكهرباء ومياه الشرب. وتركي الغاز بغاية دلوقت ما فيش ولا غاز داخل المواصل اقالي في فندي. تمام? اه احنا عاوزين عاوزين حضرتك برضك الحضوان اللي موجود يشتغل. في حضانة بره. لان الناس اللي هيسلموا دلوقتي. خليني خليني اكون صريح مع حضرتك. اه يعني دول سبع نقطة احنا طبعا نتكلمنا فيهم دلوقتي. سبع نقطة دي. احنا هنبتدي ان نتحور فيها الفترة اللي جاية. وفي نفس الوقت انا كلمت زي ما قلت لحضرتك وانتوا سمعتوا قبل كده دلوقتي. ان انا اتكلمت مع مسؤول خاص بالجهاز طبعا. ورد علي قالي ان احنا دلوقتي بنعمل التسليمات وهنبتدي نتابع معهم الاسبوع اللي جاي. بس احنا بناخد شوية موافقات معينة كده خاصة. بحيث احنا نتكلم بكل التفاصيل للحلقة القادمة. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد. شكرا ليك جدا. شكرا يا استاذ محمد شاكر. طبعا خلينا نروح برضو الاستاذة ولاء الشناوي برضو احد الحاجزين. استاذ ولاء. ايو ما حضرتك. اهلا بك يا استاذ ولاء. اهلا بحضرتك. اتفضلي كده اقولي طلبات حضرتك في المكان. اه اقولي حضرتك. او في مشروع سكن مصر. فضل. اه. بص حضرتك احنا دلوقتي حاجزين المشروع ده من 2017. ماشي. بكراسة شروط ديشنا نستلم بعد سنتين يعني 2018. كويس. حضرتك دلوقتي احنا فضلنا ايام. وهنبع على 24. يعني السنة السبعة. يعني فرق اربع سنين. اه. الى الان حضرتك احنا ما استلمنش. تمام? ليه? اه حضرتك ليه دا دي احنا اللي عايزين نعرفها. احنا عايزين نعرف احنا ما استلمنش ليه. مع ان ابناء العلم. حضرتك العماير قايمة. العماير قايمة وخلصانة. ليه? اصل المرافق ما وصلتش. طب لما هي دلوقتي الدولة مشروع دولة ما يوصل ليش المرافق. مين اللي هيوصل هذا? المرافق ما وصلتش. حضرتك انا عايز بس اوصل لحضرت كم من الاضرار اللي وقعت علينا في خلال كم سنة دول. انا وغيري احنا تسعة تلاف اسرة. بشاب وشابة. تسعة تلاف اسرة. لانها تسعة تلاف وحدة. حضرتك حرج دلوقتي. في حالات كتير جدا انا قابلتها. شاب وشابة حجزوا شقة عشان يتجودوا فيها. تمام? ما حرجوا تتكلم في ست سبع سنين. مين اللي هيعوض الناس دي? مين اللي هيعوضهم? طيب احنا كده احنا كده وصلنا ان حضرتك ان في تسعة تلاف اسرة لسه ما استلموش طبعا او المشروع كله تسعة تلاف اسرة. بس خلينا هنعرف الفترة اللي جاية من المسؤولين لماذا عدم استلام هذه الوحدات ليكم. صح كده? تمام حضرتك. ده بص انا عايز اقولك بقى خسيرة المادية كمان. يعني دلوقتي احنا كاسر انا واحدة من الناس انا عادة في ايجار مستني ان انا استلم شائتي. وبعد حضرتك الاجار الجديد محدد المدة. وكل وكل ما العقد ينتهي. ما انا اش عارفه هجدده هل هستلم ولا لأ. برجع اجدد اه اجدد العقد تاني بفلوس اغلى لان حدك عارف الاجارات كل مدى تغلى. طبعا طبعا سنويا. وقاعدين حضرتك احنا مش عارفين يعني. لو انت احرف قلت لي معايب. مثلا انا بعد ست الفرح سلمك. انا بعد سنة وسلمك. وحضرتك فادق معي انا هنتظر والتحمل. لكن كلها للأسف عضو على الارض. طب ما يا فندم الوحدات اصلا موجودة هي بس المشكلة كلها ان احنا بنتكلم في بنية تحتية. فالبنية التحتية اللي مش موجودة دي احنا هنعرف مين اللي المتأخر في هزي. انا عايز يقول لحضرفك حاجة. ان المشروع بتاعنا عبارة عن سحرة. سحرة. انا نفتي كاميرات البرنامج تنزلت بو. نزت يا فندم صورت. نزلنا صورنا يا فندم. شفت حركة عبارة عن سحرة. اتبنى فيها شوية عماير وخلاص. ومش هقول لحركة المكان بتاعنا عشوية او موقع عشوائي. لا. ده في قلب الكاهرة الجديدة. ما ما يمدش. ما يمدش الكاهرة الجديدة بصلة. حركة دلوقتي احنا عندناش لطرق. ولا عندنا انارة. ولا عندنا بنية تحتية. يعني لا. في العماية لو صلها لمية ولا كهرباء ولا غال. حضرتك ادخل بقى العمارة نفسها. اه التسليمات بتاعت اللي استلموا. لان هو اريد فيه اه فيه كام عمارة تسلموا. كام عمارة. يعني حركة ايه ما ما يتعدوش اه بتاين ما يجبوش عشرة في المية. يمكن الناس بقى قل كمان. اه. حركة اللي استلم. استلم بقى اللي ايوب اللي هقولها الحضرتك. سراميك مكسر. ازاز مكسر. اه. 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 قلوات صحية ما ركبت. ابواب خسر بتاعت اه. ببان وقور مكسرة. هل حضرتك ده ينفع? المفروض ان انا بحسب كراست الشروط ان انا. بص بص يا فنم بص يا فنم. خانيا بس نتفق على حاجة ان مشروع سكن مصر. المشروع ده اه احنا نزلنا صورنا فيه الفترات اللي فاتت طبعا على مدار سنين صورنا فيه. انا اول مرة اشوف دلوقتي اه اللي بيحصل ده. انا ما شفتش ده قبل كده. اه سكن مصر. سكن مصر موجود يا فنم حضرتك. لو روحتي سكن مصر في حدايا اكتوبر انت هتشوفي حاجة تانية خارج. هتشوفي كونباوند على اعلى مستوى. انا بشوف حاجة محترمة جدا. حاجة محترمة جدا. يبخلينا. يبخلينا يا استاذة ولاء ان احنا نتابع الاسبوع اللي جاي ده هنشوف اه ردود الافعالة عاملة زي وفي نفس الوقت برضو كمان هنحاول نحن ننزل نتابع كل التفاصيل في خلال الاسبوعين القادمين. بشكر جدا يا استاذ ولاء. شكرا لكي. طبعا معنا استاذ محمود فوقت برضو احد الحاجزين. اهلا يا استاذ محمود. اهلا اهلا يا استاذ طارق. انا بشكر حضرتك في البداية على الاستجابة. لما بعدنا الشكاوى على الصفحة بتاعة البرنامج. ان انتو توصلوا صوتنا للسيد الوزير ويا ردل الرئيس اللي هو المهموم الاول بمشاريع الاسكان في مصر. واللي هو بيديها هاتمام كبير جدا. وده كان بمثابة يعني الثقة كبيرة طبعا في فكرة السياسية ان احنا بنتعامل مع اه الدولة. دي بمثابة ختم النسب نسبانا. ان انا مروحش احجز شركة خاصة اتعرض لوضع نصب او حاجة. لكن طبعا الدولة مشاريع الدولة بالكامل كلنا ثقة في التسليمات والالتزام في الوقت. والتشتباط والخدمات وكل ما يتعلق بالمشروع. اه استقاء دي امرأة واحد واثنين وتلاتة. اه ده اللي يخليني ان انا اتكلم مع حضرتك النهاردة. وعايزين نوصل صوتنا للمسؤولين عن المشروع. والمتابعينه بشكل مباشر. عشان يهتموا به. لان في تسليمات فعلا حصلة اليومين اللي فاتوا لبعض العمارات. كل شوية بيسلموا بعض العمارات. لكن المشروع لا يصلح للسكن. ليه? لان ما فيش اي خدمات طرق غير ممهدة. اه ما ثابت الصحرة. اه اه كان غير امن للعيشة. لسه لسه غير امن للعيشة. الخدمات مش متكاملة. طبعا نسمية المداخلات اللي قبلية عشان ما طولش على حضرتك. احنا كل اللي طلبينه من السيد الوزير. ان زي ما بينزل في جوالات ميدانية. واستاذ رئيس الوزر زي ما بينزل يروح يفتتح. احنا نتمنى ان يتم لقاء الضوء على المشروع سكن مصر. ارض المعارض القاهرة الجديدة بشكل جدي. والناس تنزل. انا بشوف رئيس الجهاز بينزل فعلا ويشوف ويتابع. بس احنا عايزين اهتمام اكبر من الدولة بالمشروع دوت لانه فعلا متأخر سنين. هنتابع مع بعض يا سيد محمود. هنتابع مع بعض يا سيد محمود الفترة اللي جاية دي. وزي ما قلت لحضرتك وقلت طبعا للسيدة الزملاء الخاصين بالحاجزين يعتبر. قلت لهم ان احنا تكلمنا مع حد مسؤول قبل الحلقة. وكان ردوا ان احنا بنسلم دلوقتي هنبتدين نركز الفترة القادمة في مشروع سكن مصر. طبعا كل المشروعات الفترة اللي جايها اي حد متضرر او اي حد عنده شكوى او اي حد عنده استفسار او سؤال يسألنا هنا كبرنامج عقار مصر. واحنا هنحاول نرده هنكون همزة وصل زي ما قلنا. انا بشكر طبعا استاذ محمود فؤاد. وفي نفس الوقت برضو خلينا نتابع الفترة اللي جاية مشروع سكن مصر اللي موجود في تجمع الخامس ارض المهارد. مشروع كويس جدا مشروع قائم يعتبر فيها مرات كتيرة جدا بس عندنا شوية تقاعز بسيط هنحاول نحنا نعدله ونشوفه. زي ما بنشوف كل الاجهزة التانية طبعا بتتكلم عن سكن مصر وجنة مصر ودار مصر بنشوف كومباندات على اعلى مستوى وحاجة فيها اماكن كويسة جدا وفيها نارة وفيها بنية تحتية وفيها 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 وفيها. بنشوف كلام جميل جدا وامتبعينه بلحظة بلحظة يا طبعا. احنا بقلنا سنين بنتابع طبعا المشاريع الخاصة بالدولة. بس هنحاول ان احنا زي ما بنقول كل حاجة ايجابية ومميزة. لو في حد عنده سؤال عنده استفسار عنده مطالبة بحاجة للدولة احنا هنا موجودين هنحاول نكون همزة وصل. قبل ما اطلع.